اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان تلك الحبة الزرقاء هي عقار طبي لزيادة نسبة لغلوكوز بالدم ونشرت الصحيفة الكتالونية تقريرا تبين فيه فائدة ذلك القرص الذي اخذه ليونيل ميسي خلال المباراة حيث اوضحت ان اقراص لغلوكوز تستخدم في عالم الرياضة من قبل الرياضيين الذين يتدربون في المسابقات الطويلة والمكثفة فعندما يبذل الرياضي الجهد فان مادة لغلايكوجين العضلي تتحلل الى لغلوكوز لاستخدامها كمصدر طاقة للعضلات لذلك ينصح الاطباء بشكل ضروري بتناول اقراص لغلوكوز من اجل مد العضلات بطاقة اضافية وقال الصحفي الاسباني في تصريح لراديو كاتالونيا سبب قيام النجم الارجنتيني بتناول ذلك العقار الطبي في وقت مبكر من المباراة راجع لان العضلات تكون اكثر جاهزية في اول ربع ساعة من الجهد البدني لتقبل لغلوكوز واضاف بان الاطباء نصحوا ليونيل ميسي بتناول غلوكوز في هذه المباراة فقط لتجنب الارهاق بسبب ضغط المباريات وبعد اللقاء وجهت وسائل الاعلام سؤالا لمدربي برشلونة ارنيستو فالفيردي حول هذا الموضوع ليرد قائلا انا لا اعرف ما اذا كان ميسي قد اخذ قرص لغلوكوز ولكن هذا امر شائع ومعروف بين اللاعبين واضاف مازحا اذا كان قد تناول عقارا واحدا واحرز هدفا فليتناول واحدا اخر وتألق ميسي خلال المباراة محرزا هدف فريقه الثاني ليرفع غلته الى مائة هدف في مختلف المسابقات الاوروبية ويأتي في المركز الثاني في قائمة هدافي دور ابطال اوروبا برصيد سبعة وتسعين هدف خلف غنيمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بلغ رصيده مائة وعشرة اهداف في المسابقة اشتركوا في القناة